مونك لنفسياتهم ضعيفة مونك بس انا دايما بشتغل انه عمري ما قلتلك انا فيه كذا غيرانة مني انا عمري ما قلتها انه فيه كذا غيرانة مني فيه واحدة غيرانة مني فيه لان انا دايما يعني بجده ودي اخفح سيدة بقى نفسي عليها يا ما شاء الله الله ومبارك دايما حبيبة الكل يعني هتلاقيني في كل حاجة بس انا انا روح العزة قبل الفرح انه الاصول والواجب والسواب قبل اي حاجة تانية ان انا اتمنظر واروح هو اعمل فما اعتقدش يعني انا لأ انا حبيبتهم كلهم ودايما بسعى اعمل كده يعني لما اشوف حد مثلا شايف حاجة معايا حلوة ويزعل انه ما عندوش انا بل تمثله الف عذر لما الناس تصعب عليك انه يا حرام هو مش قصده وممكن يحسد غصبا عنه فانت تفكره وتقوله ما شاء الله هو مبارك عشان انت متعرفش اللي قدامك ده تعب في الحاجة دي قدي عشان يوصل لها بالعكس بقوا حبيبة ما بقوش غيراني ما لقيتهاش يعني ما لقيتش انا اقدر اقولك مش حارفة مين بتحاربني مش حارفة مين غيرانة مني عمري لا ما ليش في السكة دي حتى لو حد بيكلمني كده اقولي دي ما انت دي غيرانة ميني بتقلدك ما تقلد حبيبة قلبي دي اللي قلد الوحيدة اللي تعمل شيخ الحارى رسك بتتفرج على الفيديو مبارك الوحيدة اللي تعمل شيخ الحارى بعد هي سالية عبد السليمونة ما جرؤش نعمل كده ما جرؤش استاذا أستاذة برضو وبرنامجها وربنا يرزقها بكل خير ما أجرؤش في أصول ما أجرؤش جميلة جات لي في المتوحشة دي جميلة جميلة بت لسه فكرالها كلمة قالت لي حلو قوي وافضل أقولها طلو عمري قالت لك إنه في ناس قذرة بجدك للأعمال القذرة يعني أنا مقدرش مثلا إن أنا أتخنق مع واحدة أقل مني ستاندرد مثلا هجب لها واحدة تديها على دماغها فيبتقول لك في ناس بنعينها للحاجات دي جميلة بالست دي جميلة أوي جميلة دماغها حلوة شغالة يعني بغض النظر عن قراءها بغض النظر عن هي حاجة بس هو دائما يعني إن هي بتتهاجم أكتر لإن هي بتقول قراء في مجتمع شرقي معين في رجالة بتقول نفس الرأي سواء الست ما تقولش الراجل يقول فتمن تبقى كارثة بس هي هي قوية أنا بحب الناس اللي يعني حتى لو هي هي ممكن تكون مقتنعة بحاجات هي حرة هي بس هي هي مش بتحرك مجتمع يعني هو ده مش دورها هي دورها نية تقول رأيها أنا خافة أقول رأي خافة أقول رأي وأنا مش متأكدة مليون في المية لأنه أنا هتحسب عليه وأنا موزيعة بس فلازم أبقى واخدى بالي أنا بعمل إيه أنا مقدرش راحكم على الإنسة دي غيتي مقدرش برضو مقدرش دي دي من أعظم المخرجين اللي جابتهم مصر كانت لذيذة جدا والله برنامج كان حلو جدا كانت لذيذة جدا أصوها برنامج فاضيعا كانت جريئة تقريبا كانت جريئة أو عشانك أنا جابتها في المتوحشة بطولي المتوحشة والجريئة مع بعض أي لا جميلة طبعا وأي حد مع ميلاد أبي رعد هايبوم هو السر في الستار ميكر في ناس عندها النو هاو في شغلانتنا دي عارف إزاي يصنع نجم حتى لو أنت معندكش القدرات هيشتغل عليك وهتعملها غزبا عنك الراجل ده ستار ميكر أنا كنت تتمنى في يوم الأيام أن أشتغل معي أعلمي اشتغل معي